أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَلْ فِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَذُنْكَ رَحْمَةً وَأَيِّنَا مِنْ أَمْرِنَا عَشَبًا فَضْرَبْنَا عَلَاءًا لِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَرَثْنَاهُمْ لِنْعَلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نحن نقص عليك نبأً بالحق إنهم شتية آمنوا بربهم وذلناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا حقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلا هل قلقنا إذا الشطط هَا أُولَاءِ قَوْنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِيَةً لَوْنَا يَكْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيْنِ فَمَنْ أَظْلَى مِّنْ مَنِفْتَوَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّ اللَّهَ فَأُوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُغَيِّلْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِنْ فَقَارِ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِزًا هم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهو رقود ويقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط برعيه بالرصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولولئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يروم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطفوا ألا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يضاروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم فيهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عقرنا عليهم ليعلموا أن ععد الله حق وأن الساعة لعيب فيها إذ يتنازعون إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا اللهم نصر الإسلام وعز المسلمين اللهم اهلك الشرك والمشركين بقهم اهزم أعداءك أعداء الدين اللهم أحشي معداءك وقتلهم بدداءك ولا تبق منهم أحدا اللهم رد كيدهم في نحورهم رد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل تدبيرهم تدميرهم وأهلكم كما أهلك عادة وثمت اللهم ألت الرعب في قلوبهم اللهم ألت الرعب في قلوبهم اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية اللهم ننصر عبادك المستضع فينا اللهم عد المسلمين إلى الإسلام عدا جميلا اللهم أولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم تذبت أقدامهم اللهم سدد رميهم اللهم كلهم ولا تكن عليهم اللهم أنصرهم ولا تعصر عليهم اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذ لهم اللهم انتل اللهم ليس لهم عبا سواء انصرهم يا رب العالمين وصرا عزيزا ممزرا اللهم تقبل منا الدعاء اللهم اشف صدور قوم ممين اشف صدورنا بنصرك يا رب العالمين ألنا في الظالمين آيات اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا وصد الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين